اه مبارح طبعا تبعنا مع حضراتكم الملف التعليم اه ما اعلن عنه دكتور طارق شوقي بخصوص بقى العملية التعليمية واستكمال العام الدراسي واللي امتحاناتها تبقى عاملة ازاي وقبلها طبعا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واللي صدر في ضقها هذه القرارات انه يتم مراعاة يعني تخوفات ولي الامر واتاحة كل البدائل وكل السيناريوهات موجودة اللي عايز انه يودي ابنه المدرسة تمام عايزه اونلاين مفيش مشكلة عايز يأجل السنة دي كلها بدون ما تتحسب سنة نجاح او رسوب بالنسباله برضو ده يعني من السيناريوهات او من البدائل المطروحة على رغم من ده برضو لسه في البعض يعني الامور مش الصورة مش مكتملة قوي او في بعض التفاصيل يعني اللي هي مثلا الامتحن اللي هو المجمع الناس بتقولك طب هيبقى شكله عامل ازاي هيبقى الاسئلة عاملة ازاي الشهادات لعددية وسنوية عامة في برضو موضوع الترم الاول والترم التاني بس الحقيقة برضو سمعنا مبارح تطمينات من دكتور طرق شوقي وزير التربية والتعليم تصريحات بعد المؤتمر قالها برضو الوسائل الاعلامية انه يعني ما تقلقوش واحنا في اولا واخيرا عايزين العملات تعليمية تتم وخايفين على ولادنا وصحتهم والاجراءات الاحترازية الاسئلة ما فيش اي مشكلة حتى بوضوع الترمين مع بعض اللي هو اعدادي شهادة العددية قالك برضو النسبة الاكبر من الاسئلة هتكون بتاعة الترم التاني مش الترم الاولاني الامتحن اللي هو المجمع برضو سيادة الوزير انه هيتم مراعاة ان المسألة تكون برضو سهلة وميسرة على الطالب يعني ان شاء الله الامور تمر على خير باذن الله تعالى وحتى الامور المهياش واضحة هيبقى بقى الادارة التعليمية والمدارس كل ده هيبقى فيه كشف لبعض الامور اللي تم التعامل معاها انبارح ان شاء الله فيه برضو كانت جزئية اللي هي ايه طيب انا اعمل ايه لو كنت انا مش عايز اودي ابني او بنتي المدرسة ايه المطلوب مني اسمعنا الوزير انبارح ويقول برضو مطلوب من وليه الامر اقرار فبقى التساؤلات اللي هي ايه شكل الاقرار طب هقول ايه طب الاقرار ده ابعته ازاي ولا عند مين ولا مين مهم ده قدام حضراتكم اقرار الغياب الاختياري عن الحضور ده اقرار طلعته المدريات التعليمية اه يعني صورة كده الاقرار اللي اه وليه الامر اه هيم لا نصه هو طبعا انا مش شايفة قوي البعيد عني شوية بس هو ده شكل الاقرار قدام حضراتكم انه المحافظة الادارة المدرسة كل دي بينات احنا هنملاها اقرار وليه الامر اللي هو انا وليه الامر فلان الفلاني خلاص والطالب بتاعه برضو طال ابنه يعني انه الطالب لن يحضر فيه المدرسة بناء على رغبتي الشخصية وسوف اتابع الدراسة من المنزل من خلال المنصات والقنوات التعليمية على ان يحضر ايام الاختبارات فقط على فكرة وهذا اقرار مني بذلك على فكرة موضوع الاختبارات برضو كان بعد كان فهم الدنيا غلط قالك لو انا هخلي ابني يعود يعني التعليمي با اونلاين هيبقى الامتحان اونلاين يعني في البيت لا كل الامتحانات حتى الامتحانات اللي هتجرى اونلاين او بطريقة الكترونية هتكون في لجان داخل المدارس عشان طبعا قصة الابحاث واللي حصل فيها ويبقى فيه شفافية وتبقى الامور فما يفعش حتى لو حد هيروح المدرسة يمتح في المدرسة وحد تاني اختار اونلاين يعني يمتحن اونلاين او يمتحن من البيت عشان طبعا تكون العدالة ويكون الامور فيه طبعا شفافية وكل يكون سواء فده صورة الإقرار اللي بقول لحضراتكم عليه